السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم أخوات الأفاضل في قناة أطباق وحلويات لطيفة قبل ما نبدأ بالوصفة اليوم حبيت نقدم تحية خاصة للأخت صاحبة قناة بيتي جنة بناتي والأخت صاحبة قناة جيهان أونثتي نقول لهم شكرا على التشجيع والدعم اللي قدمته لي ونتمنى لكم لكم الأفضل والتوفيق إن شاء الله وصفة اليوم هي قاتل ميرانج نحتاج فيها 6 حبات باياء كفار بايز نحتاج 500 قرام مارغارين نحتاج 50 قرام من النشاء 130 قرام من السكر العادي نحتاج كذلك فارينة حسب الحاجة نحتاج فارينة الأطفال البليدين ضوء العسل إذا ما كانش متوفر نديرو ضوء الفواكه بالمستحسن ما نديروش ضوء القمح عندنا زوج خميرة كيميائية نوارا بالنسبة لوصفة الميرانج نحتاج فيها 100 قرام من السكر العادي نحتاج قصة ملح نحتاج 8 باياز بايز بالنسبة للتزيين للقاط والميرانج نحتاجو ملح الزهر نحتاجو عجوب نحتاجو نواة كوكو برشات بالتأكيد نحتاجو ملح اللي نخرجو بها للميرانج انتو ما تستخدمو اللي عجبتكم واللي تساعدكم ومارسين بيها نبدأو الوصفة على سفات الله نحطو 500 قرام من المارغارين نحطوها جيدا نضيفه 100 قرام من السكر العادي ونواسطه المحر حتى يذوب السكر مع الزبدة نزيدو 6 حبات سفار بايز ونواسطه المحر نضيفه باكي فارينة أطفال ضوق العسل النوع بليتين نضيفه باكي كامل ننخلطه جيدا حتى تدخل الفارينة مع المارغارين ثم نضيفه 50 قرام من النشاء نضيفه جيدا نضيفه جيدا نضيفه 45 قرام من المرسل نضيفه 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 نكمل وخلط الخليط جيدا نبدأ ونضيفه كمية من الفارينة حسب الحاجة حتى يتشكل عندنا القوامل ونضيف المطلوب للعسينة نضيف القليل من الفارينة ما نخلط نضيف المطلوب للعسينة ونضيف 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 المطلوب للعسينة ترجمة نانسي قنقر 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 نفتحوها على الطريقة العادية لنفتح بها الصابي ونطبراوه لضوائر متوسطة بعد ما طبعنا الضوائر نروح نحل مغرفة من المربة ونطبراوه في مغرفة من ماء الزهر ونتهنو سطح ضوائر العجينة نمسحو اثان من الفوق بعد كي تلتق العجينة بالميرانك نخرج الميرانك في وسط الحبة ونجعل واحد يخرج بزات من الحبة نكمل بندف الطريقة حتى نصول اخر حبة بواسطة ملعقة مبللة نملف فطح الملعانك نشاهد وصورنا على درجة حرارة 72 من الأدفل فقط ونضع الثانية في الصابق العلوي للفرن مدة القياس 45-45 دقيقة إلى ساعة حتى يتبدل لون الميرانك من البلون إلى البلون كاسي وينشف نوعاً ما وتكون العجينة السفلية غير محمرة تماماً ثم نضع الحواف الحواف الحباب المعجون كذلك ونضع حبة المعجون في النواة كوكو لكي نعطيها شكلها النهائي وتكون جاهزة هذا هو الشكل النهائي اللي قاطع بعد ما زيننا كما راكم تلاحظوا اللون اللي خزاه الميرانك بآخر طياب نتمنى منكم الأخوات باشتراك في القناة والإعجاب وإلى اللقاء في وصفة قادمة إن شاء الله شكراً